حيث تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمدينة بناء على معلومات دقيقة وفرط مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات وحجز ما مجموع 19 طن من مخدر الحشيش و10 سيارات بلوحات ترقيم مزورة روبرتاج عبد الحميد المرابط ومحمد حجوب شبكات الاتجار الدولي في المخدرات تتلقى ضربة مجيعة على أيدي المصالح الأمنية هذه المرة بالنظور حيث تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمدينة من توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات وحجز ما مجموعه 19 طن من مخدر الحشيش بناء على معلومات وتحرية أبحاث دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة المراقبة التراب الوطني وتحت إشراف النيابة العامة المختصة تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية الأمن الوطني بمدينة المغدور من إيقاف شخص يشتبه بارتباطهما بشبكة إجرامية التجار الدولي للمخدرات ومن خلال عمليات نوعية متفرقة في أنحاء الإقليم تم خلال هذين اليومين حجز كمية من مخدر الشيرات تقدر بحوالي 19 طن في المجمل هذه العملية التي أصفرت أيضا عن ضبط عشر سيارات تحمل لوحات ترقيم مزورة تستعمل في نقل وتهريب المخدرات جاءت ثمرة تدخلات ميدانية وعمليات تفتيش بكل من دوار ولد عيسى ومنطقة توريت بستة بجماعة سلوان بن واحي النظور وهو ما أصفر عن حج حوالي 580 كيسا تحتوي قرابة 15 طن فضلا عن مصادرة أزيد من أربعة أطنان أخرى في اليوم الموالي بجماعة بوعرق هذه العملية تأتي في إطار المجهودات المدولة من طرف مختلف المصالح الأمنية لمحاربة جميع الضواهر الإجرامية خاصة منها التجار الدولي في المخدرات كذلك المؤترات العقلية الأبحاث لازلت مستمر في هذه القضية تحت إشرف نياب العمل المختصة لإيقاف جميع الأشخاص المشتبه في توريتهم في هذه العملية هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بينما تتواصل تحريات المصالح الأمنية لتفكيك جميع خيوط هذه الشبكة الإجرامية ترجمة نانسي قنقر